كما وجه سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وتقدير وثناء إلى كافة أخوانه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين الأوفياء على أرض دولة الكويت الذين أعربوا عن خلص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وهنأ سموه بحلول الشهر الكريم سائلا العلي القدير أن يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار الكويت تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه